بص يا ستي بما ان سابعك مش زي بعضيها يعني طبيعي انك تلاقي اراء مختلفة عن رأيك احنا فتحنا مواضيع كتير وشفناها من وجهة نظر اربع بنات مختلفين عن بعض كل مرة هنبقى عايزين نعرف انت مع مين فيهم ولا ليكي رأي خامس تعالوا نتعرف عليهم هيبا ملحوظة ده جزء صغير من برنامج كبير وما تدوريش على الرأي النموذجي هنا اتكلم внимание يا بنات تفتكروا اي احسن سني للاجل انا شايفا اما البنت تبقى رادي رادي سانيلا ايه عاسمان جاهزة او جاهزة يعني وعمايد كل حاجه هي عايزة تعملها وهي سنجل ما فيش بقة ولا جوز ولا عيال ولا responsabilities ولا حاجاتي وكلى وبعدكدا بقى طبقت الجوز مفيش كعدة على فكرة بس ممكن يكون فيو حدا قدنى لسن الجوز صح كدا أنا أمي تجوزت وهي عنده 14 سنة أوف وبتفرح وتزقطت خالص لما حد يقول علينا يعني زي إخواتها أيوة يعني إيه أصغر سن ممكن البنت تجوز فيه مش أقل من 20 سنة 20? هاوكم مش هتكون لحقة تعيش أصلا كاختي انت يا أطنبوري فيها له بوازي تجوزة لما يجي لها عريس ما تتوقيش قوي على السن زي يعني؟ يعني لو عائلة عندها 12 سنة جالها عريس تتجوز لأ مين جب سيرتي 12 دي 12 دي صغيرة خالص ممكن 13 أو 14 فرقت يعني؟ ما بقولك مش قبل 20 سنة 12 دي هتكون عرفة إيه عن الجواز ولا تحمل المسئولية زي محتاجة اللي أصلا يرعيها في السن ده طب وإيه اللي يمنع انه داي يحصل؟ طب ما بنات كتير قوي زمان كانوا بيتجوزوا في السن ده وعادي ما اشتكوش ما اشتكوش عشان ما كانش يقدر يشتكوا يا حرام ما كانوش يعرفوا ان الحياة مفتوحة قدامهم ويقدروا يعيشوها الأول يعني انتو مع تحديد حد أدنى لسن الجواز المفروض يكون في قانون ما يكونش أقل من 20 سنة ما تحاولوش مهما الكوانين اتحطت برضا كلبتش مش هتسمع غير كلام ابوهما والعريس لما ييجي ما حدش هيقوله لأ هيتقلوه اه طبعاً انا مش قادرة أصدق هو انت مع البنت ولا ضدها إذا ما كنتيش انت هتدفع عن حقها فمين اللي هيدفع عنها ويحميها؟ يخش انا بتكلم عن مواقع بتكلم عن اللي بيحصل ما هو الدل لازم نغيره يا بنتي لازم ما نسكتش وانتدفع عن حق البنت انها تعيش طفولتها الأول أصلاً صحة البنت الصغيرة مش هتستحمل حمله ولاد السن صغير احنا بنقذ عليها كده بس طالما هي راديا ومبسوطة إيه اللي يمنع؟ البنت في السن ده مش هتعرف تفرق ما بين فرحتها بعروسة لعبة أو عريس هيشيق لها مسؤولية بيت وأطفال وهي مش فاهمة ايه معنى ده ده قرار كبير عليها قوي وهي طفلة انت ازاي بتتكلمي في حاجة كده طب انتي مش هتجوزي بنت غير ما يكون سنها كان لما أنا وهي نتناقش ونوصل لكونسنسس مع بعض يا اختي عيسما اتفاق اتفاق بس I think ان مش قبل 25 overall الموضوع ده كله بتاعها وبرحتها مش قبل لما تعتمد على نفسها وتشتغل وتحقق اللي هي عايزة يعني بنتي مش هتجوزها قبل 25 سنة مثلا لما اجلها عريسي بحلا حليل